برضو لسؤالنا مرة أخرى هل بالفعل كان هناك فرص حقيقية لمنتخب مصر؟ هنشوف بالأرقام هنشوف بالأهداف المطاقعة أولا أرقام من الماتش النهاردة الاستحواز بتاع مصر 61% مقابل 39% لموزنبيك المحاولات بتاعت مصر 21 محاولة مقابل 6 لموزنبيك المحاولات الصحيحة لمصر 5 بس 5 صحة من 21 موزنبيك محاولتين صح من 6 الأهداف المطاقعة دي اللي تقولك أنت عملت خطورة ولا لا أنت مفروغ كنت تتسجل 3.7 من 10 هدف يعني حوالي 4 أهداف دي برضو بتأكد أن احنا كان عندنا خطورة نوعا ما ما تقدرش تقول أن الأهداف المطاقعة 3 و 7 وأن احنا ما روحناش على الجن بدليل أن انت عامل 21 محاولة الأهداف المطاقعة بتاعت موزنبيك 7 من محاولتين جابوا جنين التمريرات مصر تفوقت 522 مقابل 341 التمريرات الصحيحة 473 مقابل 285 الدربات الركنية 7 المصر مقابل 2 يعني مصر متفوقة في كل الأرقام العرضيات هنا الرقم أشعر مصر تتفوق كمان يا عامل يعني أقولي بس العرضيات بتاعت مصر النهاردة الرقم برضو اللي ممكن نقف عنده شوية 41 عرضية 41 عرضية لمصر منهم 9 صح مقابل 15 عرضية لموزنبيك منهم 5 صح الأرقام بتقول أن مصر تفوقت في الاستحواز المحاولات لكن نسبة الفينش بتاعتنا مش عالية 5 محاولات بس صح من 21 بتقول أن المحاولات لا لازم يكون فيه شراسة أكتر من كده لازم نكون بخلة شوية في الفرصة لازم نكون أكتر دقة في إنهاء الهجمة بس أنت كمحاولات لا أنت روحت عالجون كتير وصنعت فرص بس فيه نقطتين أنا شايف أنهم مهمين قوي قوي لازم روي فيتوريا طب أنت أقولي على ثلاث فرص أو فرصتين أنت فاكروا فرصتين؟ فرصتين؟ أول فرصة بتاعت حمدي فاتحي اللي هي اللي لعبها له محمد حمدي ولعبها دي كانت فرصة اللي هي الفرصة اللي تلعبت بالعرض في الشط التاني اللي حطتها بكعبه؟ لا مش بكعبه اللي هي آه حطت كده كانت جونج شايفة دي آه دي فرصة ماشي فرصة التانية برضو ممكن نقول تزديدة بتاعت عمر مرموش اللي هي كانت على حدود الكس المنطية الجزاء الشوطة دي دول يعتبروا أكتر فرصتين دول أكتر فرصتين شفتهم لمنتخب مصر بس أنا شايف تفاويت قصة أهم فرصة اللي هي مصام محمد بعد الهدف هي دي فرصة محمد صلاح لعبه له مصام محمد جريبي انفراد من الهدف دي في الشوت الأول دي في الشوت الأول بس فرصة وفي واحدة من نزلة لمحمد برضو محمد في الدقيقة الأخيرة دي حطها غريبة برضو أو في واحدة لمحمد صلاح في الشوت التاني يعني حوالي بتاعت 3 أو 4 فرص كانوا محققين هيا دي مش أنا وراء تباتش إن دول فرص محققة بصراحة بس ماشي بس الانفراد بتاعت مصطفى دي كانت انفراد اللي هي مصطفى اللي هو محمد صلاح اللي عبها له بس أنا شايف أن مشكلتنا دلوقتي لازم لازم تعمل وسط ملعب قوي عشان تقدر تأخذوا البناء